موسيقى ميقاتي سيعقد جلسة وليسأل من يتغيب أو يحضر موسيقى حزب الله لا يمانع في جلسة للحكومة ولكن موسيقى استدعاء عدد من أهالي ضحايا المرفأ إلى تحر بيروت موسيقى شائعة الميكانيك تربك المواطنين موسيقى أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من صوت لبنان صدر الضوء الأخضر وجلسة مجلس الوزراء الثانية ستعقد الأسبوع المقبل بعد فك الحداد الرسمي بمن حضر أي بوزراء حزب الله بعد ضمان مشاركتهم ضمن إخراج متقن وضعه الحزب ووافق عليه رئيس الحكومة لكن من دون أن يعرف موقف التيار الوطني الحر الذي على الأرجح سيبقى على تحفظه من انعقاد مجلس الوزراء إلى ذلك أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه سيدعو مجلس الوزراء إلى جلسة قريبا ولن يسأل من يمكن أن يحضر أو يتغيب عن حضورها مشهيرا إلى أنه تشاور مع البعض بهذا الشأن وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم وفي وقت وضع جدوى الأعمال الجلسة ووزها على الوزراء لفت ميقاتي في حديث للنهار إلى أن عقد مجلس الوزراء سيتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل لاعتبارات اجتماعية استجدت في الساعات الماضية وحتمت الإرجاء لاختراق في ملف الرئاسة سوى الجولة التي يقوم بها وفد حزب الله وهي مخصصة للمراجع الروحية فبعد زيارة بكركي كانت زيارة اليوم لوفد من الحزب برئاسة رئيس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيد للبلمندة حيث التقى البطريارك يحنى العاشر اليازجي السيد شدد بعد اللقاء على ضرورة انتخاب رئيس لإنقاذ البلاد لافتا ردا على سؤال لأن حزب الله لا يعارض عقد جلسة لمجلس الوزراء شرط وجود بنود حيوية تبرر انعقاد الجلسة موضحا أن علاقة الحزب بالتيار الوطني الحر ليست سوداء إلى ذلك أوضحت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر أن الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب جبران باسيل بحث الاستحقاق الرئاسي ومجموعة من الأسماء الصديقة والمعروفة وتأمين التوافق المطلوب لتأمين وصول إحداها إلى سدة الرئاسة وأكدت أنه لم يكن مقررا إطلاقا اعتماد اسم مرشح دون التوافق عليه مع قوى أخرى وهذا ما جرى إلى ذلك أيضا لن تعقد جلسة الانتخاب الحادية عشرة التي كانت مقررة يوم غد وأرجعت إلى الخميس المقبل بسبب إعلان الحداد رسميا لثلاثة أيام على الرئيس حسين الحسيني بعدما نعاه كل من رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس حزب الكتائب سامي لجميل وعدد من الشخصيات السياسية والدينية فمن هو عراب الطائف الذي رحل وبقيت وثيقة الوفاق الوطني خلافية نصا وروحا رحل عراب الطائف ومحاضر الاتفاقية ووثائقها مؤتمن عليها لا يعلنها لا ينشرها لا يضعها إلا في مكان آمن في عهدته وكانه بذلك أراد منع تفسيرات وتأويلات قد تضر بالطائف الواقف أساسا على رجل واحدة بدأ الحسيني حياته العملية بعد حصوله على ديبلوم في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة مديرا لإدارة شركة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في بعلبك انتخب رئيسا لبلدية شمستار البقاعية وشارك في تأسيس حركة أمل عام 1973 وتولى رئاستها بالفترة التي حصل فيها تغييب مؤسسها ورئيسها الإمام موسى الصدر بين 1978 و1980 دخل الرئيس حسين الحسيني التاريخ السياسي للبنان من الباب الواسع عضوا في مجلس النواب منذ العام 1972 ثم رئيسا لمجلس النواب منذ العام 1984 ولغاية 1992 وكأن الطائف الذي كان الحسيني عرابه كان جاحدا بحقه بحيث انتقلت رئاسة المجلس بعد سنتين من إقرار وثيقة الوفاق الوطني إلى الرئيس نبيه بري الباقي على الكرسي دون ملل حافظ الرئيس الحسيني على مقعده النيابي في كل الدورات التي تلت انتخابه حتى تاريخ استقالته من البرلمان في 12 آب 2008 وقال يومها عبارته الشهيرة أمام حقيقتي أن السلطة قادرة إذا أرادت وحقيقة أنها حتى الآن لا تريد أعلن استقالتي من عضوية هذا المجلس المشروع اللبناني مشروع صعب لكن هذا المشروع يستحق فالتخلي عنه يكون بالتقفر بمكوناته إلى مسوخ جماعات ودولات مذهبية ولا يكفي للدعاء أو إلقاء المسؤولية على عاطق الغيب ولا مفر للبنانيين من التسليم بالمساواة فيما بينهم ودفع الشقيق والصديق والعدو إلى التسليم باستقلال بلدهم لم تكن علاقة الرئيس حسين الحسين بحزب الله وردية بل رسمية ونفى في إحدى مقابلاته أن يكون اتفاق الطائف قد شرعن المقاومة التي ينتهجها حزب الله بل تحدث عن مقاومة شاملة لا عن احتكار المقاومة من قبل أي جهة مضحا أن تطبيق القرارات الدولية يغني عن المقاومة ولم تكن علاقات مميزة بين الرئيس الحسيني والرئيس السوري حفظ الأسد بل كانت سوريا وراء حجب رئاسة مجلس النواب عنه وإلائها لخصمه في حركة أمل نبيه بر يوم اغتيل رينيم عوض جسديا بعد انتخابه كأول رئيس الجمهورية بعض الطائف اغتيل معه سياسيا حسين الحسيني لما يمثلان من ثنائي قادر على لملمة أشلاء الدولة كل من موقعه حسين الحسيني وداع في عهد الياس ساركيس دخل الجيش السوري إلى البقاع والشمال وسقط مخيم تل الزعتر وتشكلت قوات الردع العربية تقرير ضمن سلسلة رئاسيات مع دكتور جورج يازبك في الأول من حزيران 1976 دخل الجيش السوري إلى البقاع والشمال بمعارضة شرسة من الفلسطينيين والجنبلاطيين وترح أبو عمار موضوع الحصار الذي ضربته الميليشيات المسيحية على مخيم تل الزعتر وأكد أن وجود القوات الفلسطينية في لبنان شرعي عملا باتفاقية القاهرة ثم وجه كلامه إلى كريم بقرادوني في أحد الاجتماعات وقال له بلغ بشير لجميل أن تل الزعتر لن يسقط وإن سقط فلن تنتهي الحرب اللبنانية بعد اليوم واستمرت الحرب على أشكال مختلفة دون أن تنجح كل مساعد تسوية وشهدت هذه المرحلة سقوط مخيم تل الزعتر بالرغم من كل التدخلات العربية والدولية هذا العام شهد أيضا إنشاء قوة الردع العربية بقرار من قمة الرياض وتألفت من 30 ألف جندي بينهم 25 ألفا من سوريا والباقون توزعوا بين لبنان والسعودية والإمارات واليمن والسودان ووضعت هذه القوات بقيادة المقدم اللبناني سامي الخطيب غدا القمة الأولى بين ساركيس والأسد وتتابعونا في النشر بعد الفاصل الحليب يطال 50 ألف عائلة لبنانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة أعلن القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشة الأعضاء في مجلس القضاء الأعلى أنه من باب الحرص على الحقوق كافة وسندا لإحكام المادة السادسة من قانون القضاء العدلي قرروا دعوة مجلس القضاء الأعلى إلا لانعقاد قبل ظهر غد الخميس للبحث في بند وحيد يتعلق بمقتضيات سير التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت على سعيد آخر أعلن عدد من أهالي ضحايا تفجير المرفأ أنه تم استدعاؤهم إلى تحر بيروت يوم الخميس ومن بينهم وليام نون وبيتر بوصعب على خلفية محصلة أمام قصر العدل خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها الثلاثاء الماضي وفي مؤتمر صحفي أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هونري خوري وجود اشتباه بجرائم مالية في لبنان دخول القضاء الأوربي على خط التحقيق في المخالفات المالية وطبيض الأموال والتهرب الضريبي والفساد والتحقيقات المرتبطة بتفجير مرفأ بيروت محور المؤتمر الصحفي لوزير العدل أنري خوري الذي أكد المؤكد الاشتباه بوجود جرائم مالية لم يعد سرا أن لبنان تلقى طلبات تعاون قضائية من ألمانيا واللوكسنبور وفرنسا وسويسرا باشتباه وجود جرائم مالية وقد أجاب على بعضها وسلم كل من فرنسا وسويسرا وألمانيا العديد من الأدلة المطلوبة ومحاضر الاستجواب وإفادات الشهود التي تمت خلال التحقيقات الأولية أمام النيابة العامة التمييزية لحين اختتامها في حزيران 2022 خوري أشار إلى أن كل تعاون قضائي مستند إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لا يشكل تعديا على السيادة القضائية اللبنانية مرحبة وكل خروج عن هذه القواعد سيواجه بالرفض وأن وزارة العدل بناء على الأساس القانون السابق ذكره أحال الطلبات المساعدة القضائية إلى النيابة العامة التمييزية التي يعود لها تحديد الجهة القضائية الصالحة لتنفيذه وفقا للقواعد القانونية النافذة في لبنان كما سبق ذكره وهي حتما لا تتضمن الترخيص بالتنفيذ أي إجراء قضائي أجنبي من قبل قضاء أجانب على الأرض اللبنانية وزير العدل دع أصحاب العلاقة إلى الإسراء في إتمام ما يلزم من إجراءات وتبلغات لاستكمال التحقيقات في تفجير المرفأ رامياً المسئولية في ملعب مجلس القضاء الأعلى نعم صار فيه تعاون قضائي سابق خلال العام 21 على مرحلتين أو ثلاث مراحل وهلأ فيه طلب جديد لزيارة لبنان من وفد فرنسي أكيد بـ 23 كانون الثاني 2023 خوري كشف أن وزارة العدل بصدد السير بألية شديدة تتم دراستها لاتخاذ إجراءات عملية لحفظ حق الدولة اللبنانية فيما يتعلق بالأموال المرتبطة بالفساد المالي والموجودة في الخارج من وزارة العدل مجدولين عيد صوت لبنان بعد قرار رفع الدعم عن الحليب أكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أن هذا القرار سيطاله 50 ألف عائلة لبنانية في عنا حوالي 50 ألف طفل بيتراوح عمرهم ما بين اليوم والسنة يعني في عنا 50 ألف عائلة هي رح تتأثر مباشرة بقرار رفع الدعم تقوم رفعت الدعم عن الحليب للأطفال وبقي بس محصور باللي عمرهم بين يوم وسنة قبل رفع الدعم كان السعر هو 166 ألف ليرة للعلبة اللي وزنها 400 كرام حلما رفع الدعم صارت التعريف جديد 336 ألف و 842 ليرة للعلبة اللي 900 كرام صار تفع من 383 ألف ل 775 ألف يعني إذا في أسرة عند الطفل واحد وهذا الطفل بده 8 ألف شهريا من الحليب يعني صار بس كلفة حليب الطفل هي مليونين و 700 ألف ليرة قد يكون هناك تخريب قد يكون هناك تخزين بس هذا لازم يكون سبب لحتى الدولة تضبط التخريب وتضبط الاحتكار فأنا برأيي هذا قرار خاطئ مثل كل الأرارات اللي تخذي قرارات الدعم ووقف الدعم دعم السلعة كان غلط لازم نروح دعم الأفراد مباشرة شائعة رفع رسوم الميكانيك اعتبارا من الخميس أو تسديدها على سعر صيرفة دفعت بالمواطنين إلى التهافت بأعداد كبيرة على مراكز الدفع ما أحدث بلبلة وقد أشار عدد من المواطنين الذين توجهوا إلى مراكز الدفع المعتمدة إلى أنه تم إبلاغهم بتعطل نظام الدفع من دون تحديد موعد لعودة الخدمة ولكن الأكيد أن جدول أسعار الميكانيك لن يبقى على حاله يبقى فقط تحديد الساعة الصفر للعمل بالتعرف الجديد علما أن رفع قيمة الرسوم وتعديلها يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب الأوضاع التربوية شكلت محور لقاء النائب أكرم الشايب الذي زار على رأس وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي وزير التربية عباس الحلبي وأكد شايب بعد اللقاء أن المعلمين أصحاب حق ويجب الحفاظ عليهم والسعي الدائم لإنصافهم صحيح أن الدولة هي المسؤولة وليست الوزارة وحدها فالكل يجب علي أن يتحمل مسؤولية من أجل السعي الدائم لإحقاق الحق إعطاء المعلم حقه حماية المدرسة الرسمية حماية الطلاب ودعم الأهالي في هذا الظرف الصعب تربويا أيضا أعلن المجلس التربوي في حزب الكتائب تأييد الإضراب التحذري والالتزام به مع الانفتاح على المعالجات والحلول المنطقية التي تؤدي إلى تحقيق مصلحة المعلم وشدد المجلس على حرصه الكامل على سنة الدراسية واعتبار مصلحة الطالب بركزية وأساسية مع تطبيق الأولوية الوطنية والرفض المبدئي لدمج طلاب وخاصة النازحين منهم مع الطلاب اللبنانيين استنكرت مصلحة الطلاب والشباب في حزب الكتائب ما قام به الإعلامي سامي كليب ضمن برنامج الرئيس على شاشة الجديد حين تلى رسالة الإرهابي المجرم المحكوم بالإعدام والفار من وجه العدالة حبيب الشرطوني والمتهم باغتيال رئيس الجمهورية الشيخ بشير الجميل معتبرة أن هذه الممارسات غير المسؤولة تعمق جراحة ما تبقى من قضاء وعدالة في لبنان وفي الأخبار الإقليمية والدولية بعد الفاصل عملية طعن في باريس أهلا بكم من جديد أصيب ستة أشخاص بجروح طفيفة بسلاح أبيض في محطة جاردونور للقطارات في باريس بعدما هاجمهم رجل أوقفته الشرطة فورا بإطلاق النار عليه وسيطر عناصر الشرطة على المهاجم في معادة الحركة إلى طبيعتها في محطة القطارات بعد توقفها لبعض الوقت في سياق آخر يعقد اجتماع في موسكو على مستوى وزراء خارجية روسيا وتركيا مع النظام السوري في الفترة الممتدة من الرابع عشر إلى السادس عشر من كانون الثاني الجاري وفقا لما نقلته صحيفة حريات التركية بعد أن أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية السيطرة على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا أكد الكريملين أهمية عدم التسرع في إعلان الانتصار فيما المعارك لا تزال جارية بينما قال الجيش الأوكراني إن مدينة سوليدار أوكرانية وستبقى كذلك ماذا الآن في أخبار الرياضة مع رومان طنوس حق منتخب لبنان بأيادة المدري بسحر دبو لقى بطولة غرب آسيا للناشئات لكرة القدم بفوزه على منتخب الأردن بنتيجة 2-0 سجلت سيسيل اسكندر الهدف الأول بالضيئة 28 والهدف الثاني بالضيئة 60 للاي الحاج عليه وبمباراة تحديد المركز الثالث فاز منتخب فلسطين على نظيره البحريني بنتيجة 2-1 إلى ذلك انتخب أمين عام الاتحاد لبين لكرة السلة المحام شربي الميشيل رزق أمين عام لاتحاد غرب آسيا للعب لولاية أربع سنوات بالإجمع بانتخابات المكتب التنفيذي كما انتخب عضو الاتحاد اللبناني المحاسب هشام جرادة عضوا بالاتحاد الإقليمي وضمن منافسة الجولة 15 من الدور السعودي للمحترفين بكرة القدم تعادل فريق الإهلال مع فريق الرائد بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب مدينة الملك العبدالله الرياضية وإلى نشرة الأحوال الجوية بكرة رح نشهد انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يلي بتتراوح بين 12 و 16 درجة مع احتمال سقوط الأمطار الجمع الجو غائم كمان والحرارة بين 13 و 18 درجة ومنوصل للويك أند والجو رح يكون موثر مع درجات حرارة بتتراوح بين 14 و 18 درجة وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار تابعونا عبر موقعنا ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر